السلام عليكم الحزب اشتراكي الموحد فرع تيطوان يقدم لكم البرنامج الانتخاب يجعله واللي يتلخص في 44 اجراء كتهم مجموعة من المحاور واللي غد غير للأفضل وقع تيطوان المحوال الأول تعليم أولا خاص يتزاد وحدات مدرسية ويتزود المؤسسة التعليمية بالأدوات اللازمة ثانيا العناية بالمرافق الأساسية وتحسين الخدمات ثالثا الاهتمام بالرياضة المدرسية رابعا تعزيز الأمن بالوساط المدرسي خامسا خصنا ندعم التعليم ونحسن من الجودة دياله وظروف العاملين فيه ساديسا ضرورة تفتح فروح للمؤسسات التعليم العالي والمراكز العلية في تيطوان باش يسهل على الأبناء دياله يكملوا التعليم دياله المحور الثاني الصحة أولا تدعيم البنية التحتية في المستشفيات وتزويد دياله بالمعدات باش تتحسن الجودة لهذا القطاع ثانيا تبني سياسة التعاون والشاركة مع الجمعيات فيما كيخص الأدوية باش توفر وتوزع بشكل معقول ثالثا المطالبة بخلق قطب صحي لإيواء وعلاج المرضى النفسيين لما عندهمش المأوى رابعا خصنا مراكز لمعالجة مرضى الإدمان ويتزوده بالأطر والأدوية اللازمة المحور الثالث السياحة أولا إعادة النظر برنامج تأهيل المدينة العتيقة وذيكشي لكي ناسب خصوصيات المدينة ثانيا تشجيع السياحة الجبلية عبر أننا نخلق شاركات مع الجماعات القروية لقريبة لنا ثالثا تشجيع السياحة الداخلية عبر إصلاح البنية التحتية لبعض المناطق السياسية بحل بوعنان الزرقاء الملدي رابعا نخلق تدهورات فنية وأدبية سنوية لتميز بها المدينة المحور الرابع استثمار وإنعاء الشغل أولا نخلق بنية تحتية كتحفز الاستثمار بحل مطار استيكاك الحديدية ثانيا نقدم تسهيلات إدارية وضريبية للمستثميرين ثالثا نعاود نشوف التوزيع للمحلات التجارية ونقدم الدعم لأصحابها رابعا نحول مواقف السيارات لخدمة كالدخل في اختصاص الجماعة خامسا نخليه شركات المناولة ترفع من مستوى التوظيف في دفتر تحملات ديالا سادسا نعاود نشوف التنظيم لمشاريع السكن ونخلق فرص مناسبة للبناء الذاتي سابعا خلق فرص شغل اليد العاملة خصوصا نسائية ثامنا نشوفوا حل ظاهرة التسول المنتشرة بشكل كبير في تتوان ايوة دابا ما بقى ننقويكم غير زورونا على المواقع التواصل الاجتماعي ودعمونا وما تنسوش دائما صوتيش معا وشكرا وتنسونا في الجزء الثاني شكرا ترجمة نانسي قنقر